أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشر أن محمداً عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعونا حسنا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً وسهلاً بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول سلسلة تعلم وعمل الله تعالى أمرنا في كتابه الكريم بعبادته وخلقنا لأجل هذا الهدف فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرنا بعبادته حتى نلقاه وقال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت والعبادة في نظر الإسلام هي أن أكون عبداً لله في كل جزئيات حياتي كما سبق أن وضحنا فأنا عبد لله في اليقظة في المنام في الشباب في الشيخوخة في الصفر في الحضر في المعاملات المالية في الحياة الزوجية في أي جزئية من جزئيات الحياة أنا عبدي لله سبحانه وتعالى لا أصدره عن شيء من الأشياء إلا وأنا أتعبت بها لله سبحانه وتعالى وأكون ككل حياتي كلها كده بتدل للناس على الله يقول لك خيركم معنى الحديث كده خيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه خيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه والإنسان في هذا الجانب يصدر عن إخلاص لله سبحانه وتعالى يصدر عن إخلاص كامل لله لا يقصد لا زيد ولا عمر ولا سين ولا صاد وإنما هو يعمل لله سواء رضي الناس أم سخطه أحبوه أم كرهوه هو بيعمل لله سبحانه وتعالى وذكرنا من كده كلمات الرجل الذي يقول فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك ومن ثم فمبعثنا وهدفنا وحركتنا مرتبطة بمرضاة الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل ومن نعمة الله على الإنسان إذا أحبه الله زرع محبته في قلوب الخلق زرع محبته في قلوب الخلق والحديث كده إن الله إذا أحب عبد النادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فالناس كلها وقد لا تكون تعرفه وقد لا تكون بينها وبينه علاقة لكن ربنا يزرع في قلوبهم محبة هؤلاء الأشخاص المؤمنين مرة واحد قال لأحب السلف إني أتعامل مع أناس ليس بيني وبينهم معرفة سابقة ولم تجري بينهم بيني وبينهم معاملة إذا ما لقوني أثنوا علي ودعوا لي وأنا لا أعرف ما لا يعرفون فقال توجه بالشكر إلى من كان ذلك منه إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ومن هنا الناس بحكم فطرتها وحبها للخير ومعرفتها بالحق من الباطل وبالخير من الشر تجدهم عارفين مين اللي مؤمن ومين اللي كافر مين اللي مستقيم ومين اللي معوج مين اللي على الطريق الحق ومين اللي على الطريق طيب عارفين الكلام ده عارفين الكلام ده حتى الذين ينحرفون عندهم إحساس وهم يتعاطون الانحراف إنهم مش صح يعني كان الشيخ شعراوي كده كان مثلا كان ضرب مثلا يقولك لو فيه اتنين حرمية واحد منهم حاب يتجاوز أخت التاني ما يرضاش لأنه حاسس الندام مش مزبوط وهو عارف نفسه إنه هو ماشي غلط وزي ما طلع البعض كده من الفنانين يقول أنا لا أرضى إن بنتي تطلع فنانة لن أسلك بها هذا السبيل وهو شخصيا ماشي في الطريق ده طب ليه يا عم قال حتى لا يقبلها أجنبي عنها يعني أنت عارف إنه غلط وعارف ولا ترضى ذلك لنفسك فهذا هو سلوك الناس بصفة عامة سلوك الناس بصفة عامة إنها تتعاطف مع أهل الإيمان مع أهل الصلة بس مش أي ناس وإنما الناس اللي عندهم فطرة سليمة الناس اللي ما بتجريش وراء المصالح الناس اللي ما عندهاش إعوجاج في الرؤية ولا طمص في البصير هم دول الناس اللي يعتد بيهم وهنا بقى نيجي للكلمة اللي احنا عنونا ليه النهاردة السنة الخلق أقلام الحق السنة الخلق أقلام الحق طيب لو الناس قالت على واحد اللي هو كويس وهم ناس مستقيمين وناس عارف ربنا وناس بتوعه يبقى ده كويس وين قالوا على واحد ده وحش يبقى وحش ها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا المبدأ أقر هذا المبدأ في مرة جنازة مرت عليه صلى الله عليه وسلم فأثنوا على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شرا فقال وجبت أنتم شهداء الله في الأرض ده كلام من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما معناه أنتم شهداء الله في الأرض وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين الناس المقربين منه أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت قولكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون طالما الناس اللي مقربين منه جيرانه واللي يتعشروا معاه ذكروه بخير الله يقول غفرت له قد قبلت قولكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون شايف فضل ربنا وسع سبحانه وتعالى فأنت ظهورك بمظهر أهل الخير أهل الطاعة أهل المحبة لله سبحانه وتعالى مش هيمر على الناس كده عادي لا لما واحد بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود كيف لي أن أعرف إن كنت محسناً أم مسيئاً عايز من قياس كده أعرف أنا محسن ولا مسيئ فقال أنظر ما يقول جيرانك فيك فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت وإن قالوا أسأت فقد أسأت مقياسه مقياس بس زي ما بنقول مش أي واحد إنما يشهد له أهل الخير أهل الصلاح أهل الطقاء وإلا ما هو بيقول لك تود الزانية قال لو كان كل النساء زواني والعياذ بالله والنهاردة اللي ماشي غلط بيزم من يمشي معتدل يخون الأمين ويؤمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الخائن مش دا كلام من نبي محمد صلى الله عليه وسلم فتلاقي في مجتمع في السرقة والرشوة شائعة واحد يبقى أمين في وسطهم يقول له أنت يعني دا أنت مش عارف إيه ويقعدوا يزموا فيه لأنه مش ماشي على هواهم مش ماشي على نفس الطريق بتاحهم مثلا فبالتالي هيجي واحد يسأل تاني طب يا عمي ما هو أحيانا لناس الملتزمين أنفسهم الناس بتوع ربنا اللي ملتزمين بيسموهم إرهابيين وبيسموهم متطرفين متزمتين أصوليين بيقولوا عليهم كلام كتير ما انت عندك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاءلوا عنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون وقالوا عن القرآن الكريم أساطير الأولين وقالوا يا إيوان الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تزعرش إذا ما أتتك مذمة من واحد أصلا مش مزبوط في سلوكه ها إطلاقا هو إنسان معوج وبالتالي لن يشهد لك أنت إنما هيقول في حق كلام مش كويس ولذلك الشعر يقول إيه وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأن يكاملوا لما الحرام يقول على الأمين إنه نحرام تشهادة للإنسان ده تشهادة لي لما يقال عن أهل الاستقامة إنهم متطرفين مرة واحدة كانت يعني في إزاعة كده في برنامج إزاعي بتقول الناس اللي بتلبس النقاب دي مش متطرفين دول ولا لا اللي هما بيسوا النقاب فقالت لها اللي بتجاوب عليها قالت لها طيب اللي بيوقفوا على الشواطئ لبسين ميهات وبتاع دول متطرفين ولا مش متطرفين قالت لها طبعا متطرفين يعني تلاك كده يعني موافقة هي أمكانية بس بتقول كده قالت لها شدت دول بيأتطرفوا للفضيلة دول واللي انت بتقولي على الدول بيأتطرفوا للرزير للرزير ده على فرض ان احنا وافقنا من حس يعني وجادلهم بالتي أحسن ان ده تطرف لكن أبدا عمر الإنسان الملتزم الإنسان المتدين الإنسان اللي عارف ربنا صح إلا وتجد محبة الناس في قلوبهم قائمة لديه ومحبة له وراغبة في القرب منه الناس المستقيمة الناس المحبة لله سبحانه وتعالى الناس إلا فطرتها نقية ترضى بهذا السلوك ولا ترضى بغيره وهذا الإنسان عندما يموت شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم مستريح ومسترح منه مستريح ومسترح منه قالوا ما المستريح وما المسترح منه قال إذا مات العبد المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها وإذا مات العبد الفاجر أو الكافر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب نستريح منه إذا كان فاجرا أو كافرا وحديث ثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه في شأن الجنازة إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها فأسرعوا بها فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حتى مجرد حمل الجنازة حتى مجرد حمل الجنازة يقول لك بسرعة امشي لو كان الشخص خيرا لو كان الشخص خيرا فأنت تقدمه إلى هذا الخير وإن كان شريرا فهو شر تضعه عن رقابتك وتتخلص منه وبالتالي يا إخوانا مسألة أن الناس تمدح في أهل الإيمان وفي أهل التقى دا ما يضرهمش في حاجة هم ما بيعملوش لهذا الموضوع صحابي لسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن أن ربنا ينطق ألسنة الناس بأن الرجل دا في خير الرجل دا طيب رجل دا تعرب بنا الرجل دا رجل صالح ها تلك عاجل بشرى المؤمن وفي السرة الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بس الكلام دا كما قلنا إنما ينطبق على من يشهد له أهل الصلاح أهل التقى أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأصدق عليهم الكلام اللي بنقوله دا السنة الخلقي أقلام الحقي أما الفجرة والفسقة والظلمة والعصاء فيكرهون أهل الإيمان يكرهون أهل الطار لأن هم دول اللي يكشفوهم هم دول اللي بيبينوا عورهم وهؤلاء هم الذين يصدروا على ألسنتهم رمي هؤلاء الصلاحين بأنهم أشرار وفقار وإرهاب ومتزمتين وكذا وكذا وذكرنا بعض الإخوة جزاء الله خير بالآية الكريمة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار نحن كنا نعدهم شريرين وفي آية تانية إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وفي آية تالتة إن الذين أجرموا هذا كلام ربنا معه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وكأن ربنا بوصف لك الواقع اللي احنا عشينه وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون والفزل الضحك اللي ينبقى الضحك اللي ضحك منه الأول ولا الضحك الأخير وهو الذي هو الفائز فاليوم يوم القيامة بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل فويب الكفار ما كانوا يفعلون فلا تستهن بأن الناس توجهك وتقول لك أنت غلطان اللي أنت بتعمله ده مش مظبوط أنت كده ماشي غلط اعتبر بهذا الكلام والدين والنصيحة لكن تتخيل أنك أنت بتفسد أخلاق الناس بفدنك أو بسيرتك فيهم أو بدعوتك لهم أو ما إلى ذلك وبتقول على الغلط صح والصحة غلط والأمانة خيانة والخيانة أمانة والصحة والنور ظلمة وبعدين أنت فاكر أنك أنت يعني خلاص أنت بقيت محل ربنا أنت الذي تحكم على هذا بأنه خش الجنة وإذا يدخل النار وإذا يروح كذا وإذا يروح كذا نحن نعمل لله سبحانه وتعالى نرضي الله عز وجل بما ينبغي أن نقوم به من عبادة لله سبحانه وتعالى وإذا ما حدث ومدحنا أحد أو قال فينا كلمة طيبة هناك يعني دعاء جميل لسيدنا الواكر رضي الله عنه أنه كان إذا مدحه أحد كان يقولي الكلام ده اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون هم بيظن فيها خير يا رب اجعلني أحسب من كده كمان واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون أنا لا أستنيم أني حد يمدحني أو كده لكن أنا بقولك أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى بيجري على ألسنة الناس متح من يستحقون المتح عند ربنا سبحانه وتعالى فعلينا إذن أن نعمل لله أن نرضي الله أن نتعامل مع المسألة على أن احنا عباد لله سبحانه وتعالى فرضي الناس عننا أو سخته دي ما تهمناش احنا ما نعملش الكلام ده يعرف إمام الحسن البصل له كلمة يقول فيها خرجت من بطن أمي وحدي ودخلت إلى قبر وحدي وأحاسب بين يدي الله يوم القيامة وحدي فما لي والناس لكننا نتحدث عن أني ما جيش حد يمدح في صاحب فن ولا صاحب شهرة ولا صاحب مسئولية وخلاص مدام مدحه هيدخلوا الجنة بالمدحه ده لا إنما انظر ما يقول فيك أهل الطاعة ما يقول عنك أهل الإيمان ما تستحق به أن يستر الله تعالى عليك ولكن في الغالب الأعم أن كل الناس عرف الصح إيه والغلط إيه والنور فين والظلم فين فنسأل الله تعالى إن ربنا نور بصرتنا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر بصيام نهارها وقيام ليلها وأن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يرفع قدرنا وأن يعلي شأننا وأن يجعلنا خيرا مما يحسب الناس فينا وأن يجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضو عنه وأن يرحم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم من سؤل ويا خير من أعطى اللهم أنت ربنا ونحن عبادك اللهم أنت ربنا ونحن عبادك لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك ندعوك ربنا ونرجوك فاللهم لا تخيب لنا رجاء ولا ترد لنا دعاء ولا تشمد بنا أعداء يا أرحم الراحمين ارحمنا واعفو عنا يا غياث المستغيثين أغثنا ويا جار المستجيرين أجرنا يا أرحم الراحمين ارحمنا واعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا تقبل اللهم إننا ومنكم صالح الأعمال وغفر لنا ولكم سيئها وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه سلم سبحانك اللهم وبحملك نشهر أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة